موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في هذه الحلقة حلقة اليوم إن شاء الله سترون معي ماذا يمكن أن نصنع عن طريق استغلال البندانة للشعر أو أطواق خاصة للشعر هي أظن أنها موجودة في كل العالم يعني في أي بلد أنتم فيه وإلا متوفرة هذه البندانات أو هذه الأطواق في المحلات التجارية فالمهم هنا أن تكون ذات جودة هالية يعني إن اشتريتم بنضانة يعني من نوع رخيص فلا فائدة يعني من هذا الدرس هنا سنحتاج خيط أنا هنا عندي خيط قطني كما تشاهدون داخله أو فيه عقيق بالنسبة لكم اشتغلوا المهم بأي نوعية متوفرة عندكم المهم أن تكون يعني مناسبة لإبرة الكروشي التي تشتغلون بها أنا هنا أشتغل بإبرة كروشي رقم اثناني ونصف بالنسبة للعقيق هنا إن لم تجدوا يعني خيط فيه العقيق بهذا الشكل فاشتروا العقيق وضعوه أدخله يعني في الخيط يعني بكل سهولة المهم أن تكون أن يكون عقيق مناسب دو جودة عالية وأيضا يعني فيه ثقوب كبيرة كي يدخل في الخيط والآن أدخل إلى الطريقة فمن طبيعة الحال إذا قلت أتواق الشعر فأكيد أني سأصنعي أني بندانة بالكروشي لكن بندانة يعني بطريقة جميلة فأول شيء هنا سنربط الخيط أول شيء هنا ناقد الخيط بهذا الشكل ثم نربطه جيدا ناقده جيدا ثم أشتغل هنا عندي الخيط ثمي قليلا ثم أبدأ الآن في صنع غرزة نصف عمو تقريبا بهذا الشكل أخرج الخيط ثم ألف وأخرج من الغرزتين بهذه الطريقة سأستمر ألف دائما خيط حول الإبراء أدخل الإبراء أخرج الخيط ألف أخرج من جميع الغرز هنا ودائما أنا أشتغل وإلا وأضيق هذه الغرز حول بعضها لأن الغرزتين يتمدد كثيرا فسنستمر بنفس الطريقة يمكن أشتغل أيضا بغرزة الحشو بهذا الشكل يعني بدون أن نلف الخيط حول الإبراء أخرج الخيط بهذا الشكل ثم ألف وأخرج الخيط من غرزتين بنفس الطريقة سنستغل سنستمر بهذا الشكل إلى أن نملأ دائرة جيدا سنستمر بغرزة الحشو إلى نهاية الدورة وأعود إليكم في النهاية هنا في النهاية أربط بواسطة غرزة منزلقة ثم أبدأ هنا بالاشتغال أصنع ثلاثة غرز سلسلة مكان العمود الأول غرزة سلسلة في نفس الغرزة سنصنع غرزة عمود أصنع غرزة سلسلة وأذهب إلى الغرزة المالية وأصنع فيها أصنع فيها غرزة عمود أيضا غرزة سلسلة ثم أصنع أعتذر غرزة سلسلة ثم في نفس الغرزة أصنع مرة أخرى غرزة عمود بهذا الشكل كنت تشاهدون غرزة سلسلة أذهب إلى الغرزة المالية وأصنع مرة أخرى غرزة عمود غرزة سلسلة غرزة عمود في نفس الغرزة وأستمر بهذه الطريقة بين يعني بالتناوب بين غرزة سلسلة وغرزة العمود دائما بعد العمود نصنع غرزة سلسلة وفي الغرزة المالية نصنع غرزة عمود غرزة سلسلة غرزة عمود في نفس الغرزة ونستمر بهذه الطريقة إلى نهاية الدورة وأعود إليكم في النهاية بعد أن صنعت غرزة سلسلة هنا أربط بغرزة منزلقة فوق غرزة سلسلة الثالثة التي بدأت بها العمود الأول والآن سنشتغل بهذا الشكل سنحاول أن نصنع هنا نبدأ من هنا تقريباً واحد غرز سلسلة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمسة غرز سلسلة ثم أحاول أن أشتغل في عقيقة واحدة أضع عقيقة هنا أخذ عقيقة واحدة فقط ثم أحاول أن أضعها كذا في الخلف بهذا الشكل وأشتغل مرة أخرى خمسة غرز سلسلة أخرى واحد يمكن تشتغل أيضاً ثلاثة غرز ثلاثة غرز أو أربعة ليس بالدرورة يعني خمسة كما تشاهدون هنا أحاول أن أصنع غرزة سلسلة الأولى ثانية ثالثة الرابعة والخامسة ثم أربط كما تشاهدون أربط دائماً فوق غرزة العمود هنا اشتغلنا هنا سنترك غرزة سلسلة ونشتغل فوق العمود الآخر أصنع غرزة منسلقة ثم من جديد أبدأ وأصنع خمسة غرز سلسلة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أخذ عقيقة واحدة تقوى كدها في جهة الخلف ثم أصنع من جديد خمسة غرز سلسلة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ثم نشتغل في هذا العمود كما تشاهدون اشتغلت قبلاً في هذا العمود الآن سأشتغل في هذا العمود هنا وأصنع غرزة منسلقة فيه من جديد أصنع واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة خمسة غرز وأخذ هذه العقيقة أتركها في الخلف دائماً بهذا الشكل ثم أصنع من جديد خمسة غرز سلسلة أخرى ثلاثة أربعة وخمسة نشتغل دائماً نشتغل فوق غرزة سلسلة نشتغل فوق العمود الموالي هذا العمود نشتغل فيه سنشتغل الآن في هذا العمود نربط غرزة منسلقة كما تشاهدون هذا هو الشكل بهذا الشكل نحصل على هذا الشكل كما تشاهدون سنتابع بهذه الطريقة إلى نهاية الدورة دائماً نشتغل فوق عمود نترك غرزة سلسلة فارغة ونشتغل فوق العمود الموالي يعني نربط غرزة منسلقة في النهاية نربط بواسطة غرزة منسلقة وصلت تقريباً يعني آخر آخر الدورة الآن نربط بواسطة غرزة منسلقة وقطع الخيط و أحاول أن أزيل الخيط بإبرد خياطة وهذا هو الشكل النهائي كما تشاهدون طريقة سهلة جداً وجميلة يعني نتيجة رائعة جداً وكانت هذه حلقة اليوم أسأل الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم معي ولو قليلاً أترككم في رعاية الله إلى حلقة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة